إذن مشاهدين إلى موضوع آخر الآن حيث يدفع سكان البنايات والعمارات في الوطن كل شهر مبلغ مالي لدفع أجور أو رسوم الخدمات التي من المفروض أن يتحصلوا عليها إلا أن الواقع عكس ذلك مزيد من التفاصيل مع ناسي ملوه مع بوزوغ أولى ساعات الصباح من كل يوم جمعة يستعد حمزة وكريم لبدء حملة تنظيف للعمارة والحي الذي يقطنان به شطف الأرضيات وتنظيف الحدائق مبادرة لم تأتي من فراغ بل فرضتها تراكمات القمامة التي ملأت العمارة فأمنا كل سماء نحبط نقوها نحن الجيران يحبط نقوها ويحبط نقوها كل جمع نقوها الباطمة ويحبط نقوها وحدنا مع أن نقوها الباطمة خاصة من عند كل عائلة رغم دفع السكان لمبلغ مالي مخصص للخدمات يقططع من فاتورة الإيجار غير أنهم لم يشهدوا أي منظف للعمارة منذ أن قطنوا بها غياب المكلفين بتنظيف العمارات سمة جزائرية خالصة فمتى يتم تغييرها أو حتى الاستغناء عنها خاصة أن القمامة المنتشرة تسبب في حرج سكانها أمام الأجانب